يقول من أخن يصاب بالصنع ويأخذ بعض الحبوب دائما هل يصح أن يصوم مع أخذه من الحبوب؟ لكان يأخذها في النهار هذا ليس له السلام لكان قصده من يأخذها في النهار فهذا لا يصح يفتر فإن تخذ المستقبل أو يرجى شفاؤه في المستقبل فإنه يقبل ما أفتره أوله تعالى ولم كان ليكم مريدا أو على سفر سيدة من أيام أخر أما إذا كان هذا المرض مررا معه ويحتاجر العلاج بسئة دائرة ليلا ونهارا ولا يتمكن لسيان لا أداء ولا قضاء فهذا يكفي أن يطعنا أن كميوي مستيلا مقدار نصف صعب للطعام يبسعه للسطير سواء جمع الأيام التي عنه ودفعها بسعة واحدة أو دفعها مصرقة سواء أعطاها لسخص واحد أو لعدة أسخاص قوله تعالى وعلى الليين يطيقونه في جميعهم طعام الكيل المعنى يطيقونه يعني يشف عليهم السيان بمرض أجمل أو لكبر وهرم لكن عقولهم معهم هؤلاء يتعلمون عن كل يوم يسلم ويكفيه الله لتعاني فيها السياسة جزاكم الله خير ورحمنا لكم شخصة لحي ترشدونه إلى استعمال هذه الحدود ليلا بدل من استعمالها نهارا إذا كان السلام بين يقصي عن السلامة في النهار ويقصم هذا واجب عليه السلام ويجب عليه أن يسوم إذا كان يستغني عنها في النهار ويقوى على سيان إنه يجب عليه السيان ولا يجب له يصطع لذلكم الله أنه إذا كان لا يستغني عنها أو كان السيام يجهده حتى ولا ما لا يتناوي الصبور أو عدم تمامها إذا كان السياه يزيده ويزيده في مرضه فإنه يختب بارك الموحف لكم وجباكم الله خيرا